هذا السؤال الرقيق والسؤال الدقيق في ذات الوقت أنا قبل ثلاثة ليالي تماما نسقت مع الوالدة ونسقت مع سعادة الأستاذ علي حمود من أجل هذا السؤال بالضبط وأنا لا أعلم أنني سأسأله أو ستكون معي مقابلة في هذا المساء الجميل الوالدة رحمة الله عليها ما برحت على قيد الحياة وعمرها الآن تقريبا قرن من الزمان مائة عام فسألتها أين ولدت يا أمي قالت أنت ولدت في الدرب وتحديدا في المكان الفلاني وبجوار مسجد أسمت ولي ونسقت مع الأستاذ علي حمود أنه ذات مساء سأسجل مقطعا بحضور الوالدة عن مكان الولادة وأين كانت الصرخة الأولى وكيف تمتزي صرخة الطفل مع ابتسامته مع الأم ومع زغاريد الأقارب والأهل فأنا ولدت تحديدا في الدرب في يوم الجمعة الحادي عشر من محرم لعام 1376 هجرية ولذلك سبحان الله لا إله إلا الله فعلا ما قولت أن الإنسان يحن إلى مسقط رأسه هذه حقيقة لا مراء فيها ولا شك أنا كل ما أمر بالدرب أشعر بحنين يجذبني إليه يعني لا لا أجد ما يشابهه ولا يماثله إطلاقا وهذا فعلا يدل على أن مكان مولد الإنسان يعني له في نفسه طالت عماركم جميعا وقع خاص وأن مكان الولادة والصرخة الأولى لابد أن فيها شيء مما يسمى بلا سلكي القلوب مهما امتدت بالإنسان الحياة سلمكم الله هذا فيما يتعلق بالولادة أما النشأة فأنا نشأت الحقيقة في عدة يعني مدن أو في عدة أماكن طبعا لا أذكر في الدرب شيئا على الإطلاق ثم انتقلنا إلى الحق وكان والدي معلما في مدرسة الشقيق مدرسة البيش انتقلنا إلى بيش بداية وأذكر فقط موقفين إطلاقا موقف كنا فيه على مناسبة في بيش وتسمى هرشة يعني ليست غداء ولا عشاء هي وسط بين الوجبتين يعني قبيل المغرب وتسمى هرشة أذكر تلك الوليمة لأنها ارتبطت بحدث ما ظل والدي يرحمه الله يذكرني به فلم تبرح يعني هذه المناسبة ذاكرتي ربما كان عمي أربع سنوات أو قريبا من ذلك وأذكر بأن يعني سبسوبه وشبيه بالثعلب لمن لا يعرفه أنه يعني عدا واقتحم علينا دارتنا اقتحم علينا دارتنا وكان أخي الأكبر الشيخ محمد هجين يلاحقه ويطارده فقط هذا ما أذكره في بيش في مرحلة الطفولة ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الحق والحق يعني لا أذكر فيه إلا أشياء بسيطة ذكرتها في مقابلة سابقة أذكر أن الوالد رحمة الله عليه يعني رأيت ذات يوم لديه خلق كثير في غرفة مبرية من الحجر والطين وكان فيه جلبة وصوت خصام فظننت أنهم يعني سيعتدون على والدي وسيوسعونه ضربا ففزعت إلى أمي مستنجدا بها وأخبرتها بما يحصل ما هو حاصل من جلبة وصياح وتعالي الأصوات حول الوالد فأخبرتني يومها بأن الوالد قاضي وأن هؤلاء خصوم يترافعون وشرحت لي بما يناسب مدارك العقلية ربما يكون هذا أول موقف أعرفته في الحق وبصرت للوالد بأن الوالد قاضي أيضا أذكر يعني يوم ختاني وأنا طفل صغير وكيف تم اقتيادي والإحتيال علي وأنا صغير جدا يمكن خمس سنوات خمس سنوات وشوي وكنت متخففا من الملابس وكان يوما بالنسبة لي مشهودا لا أنساه أبدا أن تسلح يعني بالسكين وأن تقطع وأن تنزف منك الدماء هذا ليس بالأمر السهل على الإطلاق ولكنني تجاوزت هذا الموقف سلمكم الله أذكر يوم الدراسة في الحق وكان يوما مشهودا وتحدثت عنه كثيرا سلمكم الله وكيف اجتمع النسوة وتحلقنا حول المدرسة لم يكن لها فينا وبعضهم كيف علونا أسطح المنازل وكنا يترائين المشهد الطابور الصباحي والاستفاف في ذلك اليوم الذي كان يوما يعني يوما بالنسبة لي منقوشا في الذاكرة بل أنه يستوطن كل خلاجاتي وكل سكناتي سلمكم الله ذكريات طفيفة جدا جدا الحقيقة أذكر مناسبة للوالد في الحق وكان عمل له كرسي خاص ويعني يحتفى به وهذا جعلني من طفولتي أدرك ماذا يعني القاضي وأن الوالد كان له حظوة ويعني كان له تقدير في محيطه الاجتماعي الركب الذي غادرنا من خلاله الحق لما انتقل الوالد إلى الشقيق وأنا عمري تقريبا ست سنوات وبضعة أشهر كان الموكب سلمكم الله حمارين حمار يستقله الوالد يرحمه الله وحمار آخر كانت عليه الوالدة وفي حضرها الطفل الرضيع أخي المهندس عبد الرزاق هيجان وكنت أنا رديف الوالدة خلف الوالدة وكان موكبا لا أنساه إطلاقا سلمكم الله حتى نزلنا في قرية كانت على ضفة وادي بيش ثم انتقلنا إلى الشقيق الشقيق عالم آخر وكأنني الحقيقة يعني انتقلت إن شئتم قولوا سلمكم الله إلى الأندلوس إلى غرناطا إلى الشقيق يعني فعلا كانت تعتبر حاظرة في ذلك الزمن عام 83 هجرية لكن يعني كان فيها فيها امتيازات حضارية سواء بأشخاصها حركة السيارات الكبيرة لأنها كانت محط القوافل السيارة السيارات ورأي للسيارات فيها بكثافة سلمكم الله أرى شهدنا الحراك الثقافي في مجموعة من المثقفين أمثال الشيخ علي بن حسن رأي رحمة الله عليه يحيب ناسين العلامة العابد الزاهد يحيب مبهي والشيخيني والشيخ عرار الشهابي والشيخ يحيب الخليل الشيخ محمد بي يحيب الخليل كانوا أعلاما فهذه بعض ذكريات الطفولة ثم طبعا عشنا فترة في مرحلة الدراسة الابتدائية بحلوها بما فيها من معانا رعينا فيها الغنم وردنا الآبار وكنت كغيري من جيل زماني نأخذ الدلاء والجرار على الحمير أكرمكم الله ونستقي من الآبار وكنا كذلك إذا وردنا الآبار نعمل الحوض ونسقي أغنامنا ونسقي سلامكم الله الأبقار كانت حياة جميلة حياة الطفولة ثم بعد ذلك انتقلنا للدراسة من الصف المتوسط أولى متوسط وربما يكون له مجال آخر حتى لا أوطيل الحديث إليك حضرة العمدة